ده اسمه يعني عشوائية عشوائية هل أكتر من كده يعني هو بص يا كابتن القرار اللي صدر يوم 4 فبراير يؤكد لك حقيقة واقعة بأمانة أيوة لبجال للشك انعدام الرؤية لدى من يدير اللعبة الأولى في مصر خلاص أنت الآن على نظام غياب مهندس عملية المراحل الانتقالية يعني ما عندك شيء الأستاذ والمعلم اللي بيعرف يطلعك من حالة الزنقى لمرحلة انك انت ايه ولك تفضل ادي بديلك واحد اتنين ثلاث هذا الإخفاق الذي حدث في كودفوار كان يتوجب على اتحاد الكورة والقائمين عليهم أن يتحلوا بنوع من الهدوء والالتزام حتى تنتهي أمم أفريقيا حتى لو أنت كاتحاد كورة دخلت في مفاوضات عملية رسمية مع بعض المدربين منهم فتحت خط مع سباستيان دي سابر فتحت خط مع جوزي بسيرو فتحت خط مع حد تاني مع سطعت رأي هيرف ريناد اللي أنا أكثر من عشر سنين بتكلم عنه نفسنا نجيبه مش عارفين نجيبه أو مش عارف منه تكلام لكن حجم الخسارة اللي حصلت للكورة المصرية في كودفوار كان يتوجب عليك كاتحاد كورة أن تراعي متطلبات المرحلة الحالية ويكون لديك نوع من الهدوء وتقدر الحالة العامة للشعب المصري الذي تسببت حضرتك في إصابته بالإحبار كان يكون عندك دراسة وتقول لماذا لا يكون البديل وطني وتقول أنا عندي أربع خمس مدربين أنا بقول أربع خمس مدربين وحل الأداءهم وأجيب ناس عندي أجيب ناس عندي لها الخبرات وأعودها وما أقولش مين أنا ممكن أجيب كابتن السام الشاطر كابتن مش عارف من الناس اللي بتاعتهي رأيكم أخدهم بعيد محدش يعرف بسازم كل خطوة أنا الناس كلها تعرفها أخلص كابتن حازم أو كابتن بركات ولا قبله من السيد جمال كلم مثلا كابتن حلمي طولار وقال له إيه رأيك في السيد محمود صبري أو في السيد جمال حيقول له في أي مدير فني يعني أنا بقول لحضرتك كان يتوقف في المرحلة دي أنه الدائرة الضيقة أو المغلقة من اتحاد الكهرة بالاتفاق مع التفويد من المجلس أن يكون عندك وقتها لماذا لا يكون مدرب وطني بدليل أن هذه البطولة برضو أثبتت بجانب آخر تواجد المدرب وطني غدا أو بكرا إن شاء الله في مبارتين منهم مدرب وطني جاء بالصدفة مدرب منتخب كودفوار بديل المدرب الفرنسي كان كودفوار الآن كودفوار على مقربة من الوصول للمباراة النهاية صح مباراة تبقى شرسة بكرا لكن عندها دوافحة كبير جدا أنت كان يبقى عندك حساباتك ورتبت ورأك وعرضت وجهات النظر على القائمين على الأمر أنا عندي سكة إن أنا طريق أخذ المدرب الوطني وخلص بلدي من حجم كبير جدا مرهك من المرتبات بالدولار في الظروف الصعبة وقول أنا عندي وجهة نظر نحن نقدر نستحمل إحنا عندنا ماتشين هنلعبهم في عشرين أربعة وعشرين نركز نعد الماتشين وبعد كده يحلق كلام خلاص؟ أو عندي نجيب مدرب أجنبي تكلفته هتقل لكن أنا أروح أتفل كمان مع مدرب أجنبي وأقول له هتاخد مئة وعشرين ألف دولار إحنا لسه مخلصتاش من مئتين واربعين هنطلع في المئة وعشرين إحنا بنلاقاها في الشارع ما أنت شايف الوضع عامل إيه والإخفاق كان أكبر وكان مريل يا كابتن يعني مدرب حصل على مدار سنة ونص أو سنة وست يعني مش عزول لم يقدم كانت الناس بتوقعنا إحنا نشوف منتخب يكسر الدنيا في كودفوار